من الحوار والتعليق ينظم معنا النائب عن دولة القانون سيد فيصل النائلي مساء الخير ومرحبا بك معنا هناك جدل حول قانون الدعم الطارئ مرحبا بك معنا هناك من يراه أن هذا القانون هو المنقذ وهناك من يرى أن هذا القانون به إشكاليات على موضوع آليات الصرف كدولة قانون كيف ترون هذا القانون شكرا جزيلا مساء الخير عليكم وعلى كادر قناتكم وعلى مشاهدي هذه القناة الكريمة شكرا جزيلا تحت الفرصة الحديث على قضية قانون الدعم الطارئ للغذاء والتنمية دولة القانون الحقيقة هي مساندة للتصويت على هذا القانون لكن بشرطها وشهرطها يجب أن لا يكون هذا القانون مخالف للدستور والقانون ومرة أخرى هناك ربما تقدم طلبات للمحكم الاتحادية وممكن أن يرفض يجب أن يأخذ طريقه القانونية الصحيح لحد الآن هذا القانون لم يأخذ طريقه القانوني الصحيح وبالتالي ربما يطعن في القانون وتذهب هذه الحقيقة الجهود الكبيرة التي تبذل من اللجنة المالية وأعنا عضو في اللجنة المالية وبالتالي ومجلس النواب والتصويت والمناقشات تذهب سداء لحد الآن الحكومة تتحمل مسؤولية كبيرة في عدم إرسال موافقتها على المضي لمجلس النواب المضي في هذا القانون ما أرسلت الحكومة لحد الآن هو مجرد جدول وكأنما أرسلت لدينا مشروع قانون يعني جدول تفصيلي مطلوب إدراجه من قانون الدعم الطارئ للأمن والغذائي وبالتالي وكذلك الأمانة العامة لم ترسل موافقة صريحة بهذا القانون في حين مجلس النواب في القراءة الأولى لهذا القانون اشترط أن يكون هناك موافقة من مجلس الوزراء وبقرار من مجلس الوزراء وليست صلاحية وزير لشؤون الدولة أو لشؤون مجلس النواب أو لرئيس الوزراء وإنما الصلاحية هي بقرار من مجلس الوزراء يفوض أو يعطي الموافقة لمجلس النواب بتشريع هذا القانون كون فيه جنبة مالية وبالتالي إذا ما أرد هذا القانون فتتحمل الحكومة مسؤولية عدم أعطاء الموافقة وأنا أدعو مجلس النواب للضغط على الحكومة حتى ترسل الموافقة على هذا القانون بشكل صريح في قرار من مجلس الوزراء هذا من جانب الجانب الآخر اليوم اللجنة المالية تقريباً حقيقة ناقشت هذه الفقهات بشكل موسع تم الاتفاق على أغلب بنودة لكن وتضمن حقيقة فقهات فيما يخص الغذاء والكهرباء ودعم شبكة الحماية الاجتماعية وتحويل العقود والإجراء اليوميين والأوائل في إلى القرار 315 وهناك فقهات أجلت إلى يوم الرد أعتقد يوم رد سيتم التصويت على هذه الفقهات في شمول عوالي الشهداء والسجناء وغير ذلك من بعض الفقهات الطاهرة ربما يوم رد سيتم التصويت عليه وربما قبل يوم الخميس من الممكن أن يتم التصويت عليه لكن إذا ما والمبلغ اللي أعتقد لا يتعدى المبلغ الـ 25 تريليون هذا ما أكدنا عليه أنه لا يتجاوز هذا المبلغ لكن هناك مشكلة قانونية يجب أن تعالج الحكومة بأسرع ما يمكن حتى في سبيل أن يمضي هذا القانون دون أن يطعن فيه نعم سيد فيصل وأنت لديك المعلومات أكثر مني أنت ذكرت أن الحكومة تتحمل المسؤولية بموضوع هذا القانون نشعر هناك تهرب من الحكومة في إعطاء الموافقة لمجلس النواب في المضي بتشريح هذا القانون لكن أسألك دستوريا هل مجلس النواب ينتظر الموافقة من قبل الحكومة لأنه حسب معلوماتي أن المحكمة الاتحادية رفضت أصلا القانون الذي أرسل من قبل الحكومة لأنه هي حكومة تصريف أعمال القانون الدستور والقانون يشترط أن تكون هناك موافقة للحكومة على مشروع القانون الذي يشرع من قبل مجلس النواب إذا كانت فيه جنبة مالية يجب أن تكون هناك موافقة من الحكومة إذا لم تأتي موافقة فأكيد هناك ربما من يطعن بالقانون وبالتالي سيرد هذا القانون ونحن نشعر بأن هناك حاجة ماسة جدا لأن يمضي هذا القانون بشكل قانوني والدستور طيب أنت أيضا تحدثت عن بعض الفقرات الموجودة بهذا القانون اللجنة المالية بما أنك حضرتك من اللجنة المالية أكدت أن القسم الأكبر من النواب داخل مجلس النواب لم يطلعوا على جدول توزيع المبالغ كيف يتم التصويت على هذا القانون إذا ليس لديهم علم أن هذه المبالغ أي ناس ستذهب؟ أكيد الساد النواب سيتطلعون بعدما ترسل اللجنة المالية القانون عندما يصوت عليه في اللجنة المالية يرسل إلى هيئة رأسة وهيئة رأسة يتم تزويد الأعضاء جميعا بنسخة من هذا القانون وأكيد قبل اليوم يكون المفروض يصل إلى كل ساد النواب الجدول اليوم اللجنة المالية طلعت على الجدول وناقشت كل الفقرات وكل ما خصص لكل فقر وبالتالي هناك تخفيض ضغطنا باتجاه تخفيض هذه المبالغ لأننا نشعر أغلب الوزارات لديها مبالغ من خلال 1 على 12 من خلال أيضا المناقلة وبالتالي المبالغ التي رصدت نحتقد بأنها مبالغ تغطي وكافية لأن تجهز مفردات بطاقة تموينية بشكل بنوعية جيدة وبقية قياسي إلى مواطننا الكريم ونؤمن هذه الفترة الستة أشهر ربما ما بعد الستة أشهر إلى المواطن حتى يكون مطمئين بأن مفردات البطاقة التموينية متوفرة وأيضا مبالغ لشراء الغاز سيما وعندنا بدأت خلال يومين الماضيين هناك إطفاءات لتبرير وزارة الكرباح بأن الغاز بدأ ينفذ وهناك تأخير من الجهة المجهزة وبالتالي إذا ما حقيقة هناك احتراب على القانون سيصوت على القانون لكن مثل ما ذكرت يجب أن نحصن هذا القانون تحصين القانون يجب أن توافق عليه الحكومة وأن ترسل بقرار مجلس وزراء إلى مجلس النواب من الممكن أن يصدم هذا القانون بالمحكمة الاتحادية وأصلا لا يتم تطبيقها نحتراب قرارات المحكمة الاتحادية وإذا كانت شرعة في مجلس النواب بخصوص هذا القانون فيه مخالفة للجسلس لا نقبل بذلك سيد فيصل إذا كانت الكتل حريصة على الشعب وتريد تمرير هذا القانون لماذا لا تكون لديها حرص أو إصرار على تشكيل الحكومة وبالتالي المضي إلى قانون الموازنة والله إحنا كدولة قانونة وكأطار منذ الوهلة الأولى لأداء اليمين في مجلس النواب أبوابنا مفتوحة وإيدينا مفتوحة لكل الكتل السياسية في تشكيل الحكومة لكن التحالف الثلاثي عازم أن يذهب بحكومة أغلبية وبالتالي ما زال لحد الآن متعثر في عدم استطاحتنا أن يشكل الحكومة وهذا هو من يتحمل مسؤوليته اليوم أمام الشعب لماذا لا يذهب إلى تشكيل حكومة توافقية وتنتهي المشكلة وكان تشكلت الحكومة وهناك موازنة وكان الآن المحافظات والوزارات يعني باشرت بهذه الموازنة وغيرها وعمال الحكومة كلها متعطلة لحد الآن نعم وبالجانب الآخر يقول نحن نريد حكومة أغلبية ولا نريد حكومة توافقية حتى نشكل أيضا حكومة ونشكل قانون وتمضي العملية السياسية انضم معنا من دولة القانون السيد فيصل النائلي شكرا للمشاهدة